ميزو نوت 6 الجهاز اللي لسه لم يطرح عالميا متروح فقط داخل السوق الصيني جبنا النهاردة عشان نعمله مراجعة ونظرة اولية هنعمل فتح سندول الجهاز اول حاجة هنفتحها هنلاقي جهاز ميزو نوت 6 بعد كده دابوس الخاص بدرج الشرايح دابوس جاي بتصميم مختلف المرة دي شوية حقيقة ما اعرفش ليه ده التصميم الخاص شركة ميزو تصميم القديم وده التصميم اللي جاي مع النوت 6 وده الكتالوج الخاص بالجهاز والضمان الصيني الخاص بالجهاز والكابل يو اس بي الخاص بالجهاز الجهاز يدعم الشحن السريع والشاحن 12 فولت 2 امبار خاص بشركة ميزو دي محتويات العلبة بعد كده هنيجي للجهاز الجهاز بتاعنا الجهاز صوام المعدن نفتح الجهاز طبعا نسخه صيني كده بصيني نسبه للجهاز وزن الجهاز 154 جرام سمك الجهاز 48 شكل خارجي للجهاز كده سريعا على ناحية اليمين بتيجي زراير الرفع وخفض الصوت زراير الباور على ناحية الشمال درج الشرايح الجهاز بيجي هايبرد سم يا اما بشريحتين يا اما شريحة وكارت ميموري الجهاز فتح بيجي بشاشة بالتصميم القديم 18 لستة خمسة فاصلة خمسة بوصة بدقة 1080 في 1920 فول اتش دي بكسافة بيكسلات 403 بيكسل في البوصة الواحدة لو بصينا مبدئيا ناخد وجهة الجهاز بيجي كاميرا امامية بدقة 16 ميجا بيكسل سماعات او السماعة الخارجية يعني سماعة اليربيس بتاعت الجهاز ومستشعر المكالمات سنسور المكالمات والبصمة وزرار الباك وزرار الهوم وكل حاجة خاصة زي الايفون ده من مميزات شركة ميزو بتكون في الزرار ده للا ما يعرفش يعني لو احنا داخلين جوه اثنين تاسك اهو دوسة واحدة بترجعنا خطوة دوسة طويلة بترجعنا لبره ومن اعلى الجهاز بيجي المايك الخاص بتصوير الفيديو او عزل الضوضاء اللي موجود في الجهاز ومن اسفل الجهاز هنلاقي مدخل السماعات ثلاثة ونص ومدخل الشحن اليو اس بي شحن سريع والسبيكر بتاع الجهاز جاي من ناحية اليمين لفوق في مكان مميز وحنسمع صوت السبيكر بتاع الجهاز هيا صوت الجهاز عالي ونقي نشايف الجهاز كويس عالي ونقي ويعني ما فيش غبار على موضوع الصوت من الخلف هنلاقي شكل مميز جدا للفلاش فلاش روباعي اثنين سخن واثنين بارد جاي بطريقة مختلفة جاي بالعرض اهو جاي بالعرض وجاي في خط الانتنة بتاع الجهاز عند اي كاميرتين بيتميز بيهم الجهاز كاميرا بدقة اثناشر ميجا بيكسل وكاميرا بدقة خمسة ميجا بيكسل واحدة بفتحة عدسة واحد بوينت تسعة والاخرى بفتحة عدسة اثنين بوينت ستة ده اللوجو الشعار بتاع شركة ميزو وده خط التاني بتاع الانتنة بيبقى حالية وخطة انتنة تمام الجهاز تصميمه معدني في حقيقة تصميم ممتاز جدا انا يعني شايف ان الجهاز خماته ميزو تتمايز بخماتها دايما بصراحة الحقيقة يعني من الشركات اللي بتدي خمات محترمة جدا وده كويس هنجرب الموضوع ده جهاز بيجي ببطارية 4000 ميلي امبار بطارية كويسة جدا مع المعالج الوحش اللي انا بشوف احد المعالجات القوية وموجود في اجهزة الفئة المتوسطة تقريبا كلها اللي هو السناب دراجون 625 اوكتا كور بكارت شاشة ادرينو 506 الجهاز بيدعم شحن السريع مع بطارية 4000 ده شيء يميزو بصراحة حقيقة يعني اللون اللي معانا النهاردة لون جولد الجهاز متوفر باربع الوان لكن ده لون جولد الحقيقة بيميل شوية للروز جولد في حين ان هو مصنف ان هو جولد احنا ان شاء الله هنعمل مراجعة كاملة للجهاز وحنبلغكو برأينا ولكن هنعمل مراجعة سريع كده لسرعة البصمة الخاصة بالجهاز نحط تماما وحنجرب الفينجر برينت بتاعت الجهاز اهو يعني يستجيب معانا اهو سريعا اهو تماما كده تمت الفينجر برينت نافل استجابه سريعا ده هو على فكرة بيفتح على الوجه دي عشان احنا سايبينه على الوجه دي لكن هو لو جربنا اهو اللمسة واحدة تمام بصراحة الحقيقة كويسة جدا الكاميرا هنفتح الكاميرا مادايا نجرب كده نشوف بس ايه الاوبشنز اللي متاحة في الكاميرا هنلاقي ان في البيوتي في خاصية بيوتي فوتو فيديو في خاصية البلاورنج لو اخدنا فوتو عادية تمام هنجرب نشوف وضعها ايه الحقيقة كويسة يعني احنا في اضاءة غرفة عادية بس هي انا شايف ان هي كويسة هنجربها طبعا في ظروف الاضاءة المختلفة وحنبلغكو والبلاورنج او خاصية العزل والحقيقة بيطلب مننا ان هو يكون في بعض متر ونص بس ادينا هنجرب دي اعمل عزل للصورة اهو يعني في حقيقة العزل برضو كويس جدا الجهاز في النهاية انا شايف ان هو احد الاجهزة المميزة في الفئة المتوسطة بالنسبة للاداء هيتضح لنا اداء وعامل ازاي محمد الله دي كانت نظرة سريعة على جهاز ميزو نوت سيكس لو عجبتكم ياريت تدعمونا باللايك وبالشير ان شاء الله انتظروا مننا فيديوهات قريبة كتير عن موبايلات مش موجودة في السور المصري زي ما قعدناكم وبنتمنى ان احنا نكون وصلنا لكم المعلومة وبنتمنى ناخد دعمكم من اللايك والشير والسبسكرايب كان معاكو محمد النواوي